هذه كانت أدوار التخطيط الأمراني وبصفة عامة أهم الأدوار للتخطيط الأمراني الآن سنستعرض مدينة جدة كمثال أبرز المشاكل التخطيطية في مدينة جدة استخدامات الأراضي كارثة تسوي الجدة كارثة تسوي الجدة لها علاقة باستخدامات الأراضي هي بصفة عامة باختصار مناطق سكنية على مجاري سيول فغلط مخطط اللي أعطى التصاريح لهذه الناس إنهم يبنوا على مجاري السيول إحنا كان عندنا واحد دكتور الله يذكره بالخير في الكلية كان يقول الطبيب إذا أخطأ في عملية جراحية ولا يعني لا سمح الله سعر مشكلة شخص واحد راح يموت بينما المخطط إذا أخطأ مئات الناس يموتوا يعني أو ممكن ألاف الناس يموتوا وهذا فعلا سبحان الله حصل يعني في كارثة سيول جدا إيش اللي حصل في كارثة السيول طبعا هي ما كانت مجرد مطرة يعني فينا تحسوها بس مجرد مطرة يعني وتعبت الشوارع هي السيول يعني هي سيول هي مطرة نزلت على جدة والمناطق المحيطة بجدة الجبال المحيطة بجدة وهي جدة أصلا عبارة عن مجاري سيول لأنها شرقها جبال وغربها بحر فالمطرة إذا نزل يبحث عن البحر فيمر بجدة فهو أصلا في أربع مجاري سيول رئيسية في مدينة جدة المجرى اللي هو يمر بحي قوازة والمجرى اللي يمر بحي الأمير فواس والمجرى اللي يمر بحي السليمانية اللي هو عند مشروع جديد اللي هو مخطط أم الخير والمجرى اللي يمر بشارع التحليا طبعا أكثر منطقة اضررت اللي هي حي قوازة لأنه إيش لأنه عندك الأمير فواس فيه مجرى سيل والتحليا فيه مجرى سيل الشرق السليمانية فيه مجرى سيل لكن فيه سد عن مجرى السيل وبرضو المنطقة الحي اللي جنبه تضرر بشكل كبير ليش لأنه الموايا أتعبت السيد خلاص أتوقف الموايا والموايا خرجت على الحي اللي جنبه لكن أكثر هي اللي تضرت النكبة اللي صارت اللي هي فيه حي قوازة بسبب أنه تبنى فوق مجاري السيول يعني خلاص ما فيه مجاري سيول فهذه يعني مشكلة كبيرة أنك انت لما ما تحط الاستخدام الصحيح في المكان الصحيح برضو سكان جدة برضو أكيد يلاحظوا مثلا شمال جدة الآن يعني سار متروس أسواق تجارية بشكل رهيب يعني طبعا هذا يعني هذا شي ما هو يعني غير صحيح يعني طاهرة غير صحيح يعني لأنه في نطاق نطاق خدمة مفروض معيار لكل حي لكل يعني كل سوق يكون له منطقة يخدمها بعد ما تعدي المنطقة هذه بعد كده أبني سوق ثاني أما أنك انت في منطقة واحدة عشرات العشرات من الأسواق انت كده بسببت زحمة وسببت تشتت القوى الشرائية يعني الناس وفي الحقيقة لو تجد لو واحد تسوي سيرفيع يعني حقيقي مين الناس اللي بيدخلوا الأسواق وبيخرجوا معاهم بيشتروا ما حتلاق إنه في يعني يعني الناس بس رايحين كده يعني فهذه برضو لانديوز يعني استخدام الأراضي النقطة الثانية في مدينة الجدة ضعف التخطيط الاجتماعي ضعف التخطيط الاجتماعي أنا أقصد بها ثلاث أشياء أحياء اجتماعية ممرات مشاء حذائق عامة أحياء اجتماعية راح أجيب صور ده حين خرائط عليها ممرات مشاء برضو يعني إذا انت ما أوفرت ممرات مشاء ما راح المدينة تنبض بالحياة الناس يمشوا يعني وحدائق عامة برضو عشان الناس يعني يجلسوا فيها تقابلوا هنا مثلا هذه جدة هذه حي من جدة طيب منطقة معينة من جدة طيب لو كده بس قعدنا نتفرج ما هي الشيء اللي يربط بين السكان اللي في الحي ذا يعني ما هي الشيء اللي خليه متقابله يعني مثلا هذه لو خدنا بس منطقة مجاورة سكنية من هذا الحي يعني الناس اللي هنا ما هي شرط بينهم واللي هنا ما هي شرط بينهم واللي هنا ما هي شرط بينهم ما هي اللي خليه متقابله يعني ما هي شيء رابط مشترك بينهم وفيه منطقة في النص هنا حطينا لكن برضو طبع ما اتبنت ولا شيء مجرد انه منطقة ترابية طيب نروح نموثى الثاني هذه كالغاري هنا في كندا هذا حي في كالغاري من الحياء طبعا بس الشكل يكفي يعني ف ترتيبة الرصة حقت المباني تحس نعيش رصة حلوة يعني رصة مدروسة يعني تخلي الناس يتقابلوا ترتيبة الرصة ترتيبة رصة ترتيبةame هذه الحياة ترتيبة هذا البلوك هذا الوحيد فهذا تخطيط اجتماعي بدل ما ينتبس مجرد يعني رجال العمال عندنا لما ياخدوا مخطط يعني اكبر هم عنده كيف اقسم اكبر قدر من قطع الاراضي عشان ايش ابيعها والمربح يكون اكثر يعني